السلام عليكم طلاب الرياضي ومدارس الوطن العربي كيف حالكم يا طالبة الأعزاء؟ أتمنى أن تكونوا بخير من يذكرني ماذا تعلمنا في درسنا السابق؟ أحسنت لمع عن الضمائر كريها لي يا قمر ضمائر المتكلم ضمائر المخاطب ضمائر الغائب أحسنت من يذكرني ضمائر المتكلمية يا محمود؟ أنا ونحن أحسنت من يذكرني ضمائر الغائب؟ هيا يا زيت هو هي هما هم هن أحسنت هيا يا خليل ضمائر المخاطب أنت 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 أنتما أنتم أنتنا أحسنتم جميعاً ما معنى يا ثالث أحسة؟ شعراء أحسنتم ما معنى يا ثالث يعيد يرجع هيا يا ثالث نبدأ في حل التدريبات الكتاب ستوق مر غراءة التبريد الأول هيا يا راما أقرأ القول المارد بصوت مناسب أحمد ماذا تتمنى؟ يا أنس أحسنت هيا يا قمر أمرك يا سيدي أحسنتي نلاحظ يا ثالث أن ماذا هي أداة استفهام وماذا تتمنى يا أنس؟ هي جملة استفهام أحسنتم يا ثالث ماذا تتمنى يا أنس؟ هي جملة استفهام ونلاحظ أن يا هي إحدى أدوات النداء التي هي يا وأيها وأياتها وبعد أداة النداء يأتي يا ثالث يأتي دائما اسم منادة حيق للتدريب الثاني هيا يا لما أقرأ الجملة منتبها إلى الحرف الملون أحسنتي هيا يا بسم يعاني أهالي الحي آلاما في أسنان أم أحسنتي يا بسم ما الحرف الملون؟ من يقول لي هيا يا أذكيا؟ أحسنتم يا ثالث إن آلاما تحتوي على همزة مد هيا يا ثالث ابدأ بقراءة يا محمود أحسنت أختار المعنى المناسبة للكلمة الملونة أحسنت يا محمود هيا يا عدنان أحسنت بألاما في أسناني ما معنى أحسنت؟ تبكت قمنا بأخذها بالحسة السابقة أحسنت معناها شعارة اقرأ لي يا قيس الجملة الثانية استحبه والده إلى طبيب الأسنان أحسنت ما معنى الكلمة الملونة استحبه؟ معناها يا ثالث أحسنت رافقه اقرأ لي يا قيس يعيد المارد فراشي الأسنان ما معنى يعيد؟ يرجع معنا يعيد يا ثالث مرة أخرى يعيد يرجع شعارة أحسة استحبه رافقه أحسنتم يا ثالث هيا يا رنيم وقرأي السؤال الرابع أصل الكلمة في العامود ألف بما يتمم معناها في العامود با اقرأي السؤال الرابع يا ماريا فراشية تممي معناها هل هي فراشية المصباحي فراشية الأسناني فراشية المعجوني فراشية الحي سوف نوصلها بنفس اللون أحسنتي فراشية فراشية الأسناني أحسنت يا ماريا هيا يا أحمد أهالي المصباحي أهالي المعجوني أهالي الحي أحسنت هيا يا خليل ماريد المصباحي أم المعجوني أحسنت ماريد المصباحي خيام بحل التمرين علينا يا ثالث أن نراجع أدوات النص بالفعل المدارة وهي أن لام كي حتى ولام التعليل التي تدخل على الفعل المدارة وتغير حركته من الضمة إلى الفتحة مثل يلعب ادخلنا أحد أدوات النصب وهي أن أن يلعب يتصبح يلعب فعل المدارة منصوب بالفتحة قاعدة الفعل المدارة المنصوب منقى لي السؤال يا ثالث أملأ الفراغة بالكلمة المناسبة بالكلمة المناسبة أحسنت يا زين هيا يا رانيم سمنى خليل أن فرغ أحلامه أن تمشي أحلامه أحلامه ولا يا ثالث أن تتحقق أحلامه ماذا يا رانيم أحسنتي أحسنتي يا رانيم تتحقق الجملة الثانية يا محمود أحسنتي وعدت هالة أمها أن فرغ البيت يوميا أن تنظف البيت يوميا ولا أن تصافح البيت يوميا أحسنت أن تنظف لاحظ يا ثالث هناك حرف مضعف وحركة الأفعال هي الفتحة السؤال الجي أراد محمد أن ماذا يا خليل فرغ على أصحابه أن يرحب على أصحابه أو أن يسلم على أصحابه عند أن يسلم وتلاحظ يا ثالث أن تحقق تنظف يسلم هي أفعال مدارعة منصوبة الآن يا ثالث إلى التمرير السادس ثالث عن جمع التكسير وهو ما يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغييرا في لفظ مفرده مثال مسجد هو اسم مفرد جمعه مساجد تدريب اكتب جمع التكسير للكلمات التالية المفرد ثوب طبق جمع التكسير لثوب هو هو يا ثالث الثواب أحسنتم وجمع التكسير لطبق هو أطباق بعد أن قمنا بمراجعة جمع التكسير من يقلي السؤال التمرير السادس؟ يلا يا أحمد أكمل الجدول شفويا على نمط المثال نلاحظ أن كلمة مصباح مفتاح مسمار مزمار هي عبارة عن هي عبارة عن اسم مفرد وأن مصباحا أصبحت مصابيحا وهي جمع التكسير علينا أن نكمل على نفس النمط يا الثالث مصباحا مصابيحا مفتاحا أحسن مص مارا مسامير مزمارا مزامير أحسنتم يا ثالث شكرا